وعودة للخبر الأبرز حيث واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدراتها الاستعابية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري العدل والصحة اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس تابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة حيث تم استعراض أليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكانتها الحالية ويرفع قدرتها الاستعابية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام كما اطلع السيد الرئيس على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرعا في مصر لمعهد جوستافروسي الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر مدينة النيل الطبية ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعهد التعليمية وقد وجه السيد الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلاة في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على النحو الذي يعجل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشابلة تم كذلك استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية خاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع